بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة الدرس الخامس اللي عنوانه The Second Law of Thermodynamics and Anthropy بداية راح نشوف القانون الثاني للديناميك الحرارية القانون الثاني للديناميك الحرارية assess that process proceed in a certain direction and not in the reverse direction فهذا يؤكد أن الإجراء يمكن أن يصير في اتجاه ولا يمكن أن يصير في الاتجاه المعاكس أيضا هنا راح نقول أن هذا القانون فيه قولين القول الأول هو Kelvin Plank Statement Kelvin اللي هو عالم بلانك عالم ثاني قالوا قول معين والقول الثاني هو حقه Closius Statement بالنسبة للقول الأول حقه Kelvin Plank Statement يقول It's impossible for any device that operates in a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work يعني من المستحيل صناعة آلة تشتغل على هيئة دورة وتتلقى الحرارة من single reservoir من ريزيرفر واحد ولا تنتج إلا الشغل هذا يعني إيش؟ إنه من المستحيل للهيت انجن أن تشتغل وتحول الشغل 100% على حسب ما يساوي الطاقة الحرارية أو تحول الطاقة الحرارية 100% إلى شغل هذا يعني إيش؟ وما يسمى بـ Closius Statement يقول It's impossible to construct a device that operates in a cycle and produces no effect other than the transfer of heat from a cooler body to a hotter body يعني من المستحيل صناعة آلة تشتغل على هيئة دورة وإيش؟ ولا تنتج شيء إلا انتقال الحرارة من إيش؟ من المكان البارد إلى المكان الساخن فهنا زي ما نشوف في هذه الرسمة هنا مكان بارد نبغى ننقل الحرارة هنا مباشرة للمكان الحار هنا إيش؟ بدون وجود شغل ففي الحقيقة يلزمني إيش؟ زي ما نشوف هنا في الرسمة عندي هنا حرارة تنقل من المكان البارد يتم سحبها ثم هنا شغل يدخل من هنا ثم يتم انقال الحرارة للمكان الساخن فيلزمني هنا إيش؟ يلزمني هنا الشغل The statement is related to the refrigerator and heat pump هذا يعني إيش؟ It states that it's impossible وهذا يهم كثير من المستحيل صناعة refrigerator أو إيش أو heat pump بدون استعمال work أو بدون استعمال الشغل الجزء الأخير في هذه المحاضرة وهو حقة Carnot Cycle Carnot Cycle رح نشوفه إن شاء الله في المحاضرة القادمة فقط هنا رح نعطي عليه لمحة إنه هذا السيكل أو هذه الدورة يقول إنه فيه specific example of a reversible power cycle operating between two thermal reserves هنا كلمة specific يعني شيء خاص محدد يعني فيه كم من إجراء محدد في Carnot Cycle هذا Carnot Cycle يتكون من إيش؟ من two a diabetic process و two isothermal process فقط هنا للتذكير a diabetic يعني no heat transfer يعني إيش؟ يعني إنه heat تساوي سفر كلمة ISO thermal يعني الإيش؟ thermal يعني درس الحرارة ISO يعني إيش؟ يعني ثبوت أو the same فهنا أيضا ثبوت درس الحرارة يعني ما فيه انتقال الحرارة وهنا ما فيه تغير لدرس الحرارة سوف يتم إن شاء الله عرض Carnot Cycle في الحصة القادمة إن شاء الله هنا إن كنت خلصت المحاضرة فقط هنا بغيت نسئل على Carnot Cycle هل في Carnot Cycle فيه كم من process؟ هل فيه أربعة؟ ستة؟ وما نوعهم؟ يعني إيش؟ الدياباتيك؟ ايزوثرمان؟ أو شيء آخر ما نعرفه؟